وصباحكم سعيد مشاهدين دبي ليست من أفضل مدن العالم للعيش فيها فحسب بل هي أيضا واحدة من أماكن تصوير أبرز الأفلام العالمية حيث يرى صناع الأفلام وكبار المخرجين أن دبي وجهة استثنائية لتصوير أفلامهم التي يشترك بها أفضل وأشهر الفنانين العالميين من بوليود وهوليود فقد اختيرت دبي الفنان العربي فادي زكي أحد ممثلي فيلم بانكارد أهلا بك وصباح الخير صباح النور أهلا بك شو هي أبرز لوكيشينات تصوير هذا الفن في دبي احنا صورنا في أماكن كتير صورنا في منطقة البوليوارد عند بورج خليفة في دبي مول نفسه في منطقة السيف فيه كان الباخيرة في المياه فيه بقى شوارع كتير كان لوكيشينات تصويره عشان المطاردات دي متنوعة شوارع متنوعة وكان كمان في ستوديو سيتي بحس أنه كان فيه أكبر كروم عرض اللي هو الـ Green Screen فكان برضو ساعد كتير جدا في إنتاج الفيلم شو اللي بيخلي المخرجين العالميين يحبوا دبي لتصوير أفلامهم فيها أول حاجة المناخ طبعا يعني فكرة مناخ الأمان وفكرة أنه هو التسهيلات اللي موجودة الأماكن في دبي اللي بتقدمها عندك أماكن برية عندك بر عندك صحرة عندك بحر عندك أماكن قديمة عندك أماكن حديثة وإربن فأنت تلاقي كل يعني أي مشهد أنت ممكن تتصورين أنت تحطيه فيلم هتلاقي أنه في دبي فيه الإمكانيات فيها التماذج بين العراق والحداثة بالضبط بالضبط كده استخدمت أيضا سيارات الشرطة الفارهة ووصلت تكاليف الإنتاج إلى أكثر من 14 مليون بالضبط بصراحة يعني التعاون من البلدية من الشرطة بكل الإمكانيات التي كانت موجودة كان داخل الفيلم أو حتى لازم أقول أنه كمان بر الفيلم كان كل وسائل الأمين وسائل المساعدات الإنتاجية موجودة بصراحة الفيلم عرض في أكتوبر من العام الماضي لكن الجديد هناك أغنية للفيلم أنت ألفت وغنيت متى سيتم عرضها؟ مظبوط وإحنا شغالين دلوقتي على الأغنية كفيديو هو الأوديو تعمل في مصر مع الموزع الموسيقي شريف الوسيمي والأغنية خلال أيام هتكون الأوديو جاهز لكن الفيديو أنا فكرت أنه لازم يتعمل في دبي بحيث أنها أول حاجة يكون نفس التصوير التي تعمل منها الفيلم وكمان لك اسمها تراثيل الحرب والسلام تراثيل الحرب والسلام سيدتي تصم أذناي المزغيطان إلى صوت ألام الطفولة والدبابات المأهولة بلون العفن والكاكي وبالرغم من هذا المشهد لا أنساكي فلنرقص على أجساد الشهداء خطوة خطوة وتسيل تحت أقدامنا الدماء بقصوة ونحظى بأفضل بقعة ينسدل عليها خيوط القمر الأسود فنتوحد ونظل نطوف ونتهادى حتى مجيء الفجر الأحدى يصرخ الجنرال فلنبدأ إضرب وترتسم اللوحة بالأحمر وما يزلت أتذكر رقصتنا وزيك الفستان الأخضر كنت أود أن أحضر لو أن إطلاق الرصاص على قلبي تأخر شكرا لك هلو فنان العربي فادي زكي شكرا لك وعود الآن إلى الزملاء